أنا بشرف وبرحب بكل القامات الفكرية الكبيرة اللي موجودة النهاردة معانا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والحقيقة يمكن حضراتكم إذا كنتوا بتتابعونا يعني أنا كنت حريص من منذ تشكيل الحكومة الجديدة منذ 13 أشهر بالضبط إن أنا أكون يعني كل إسبوع يبقى فيه يعني فعالية بنتلع فيها ونتكلم ونتحاور مع الصحافة أو حتى في بعض الجلسات كان تم دعوة رؤساء التحرير وبعض الإعلاميين ولكن الحقيقة وأعتقد الحمد لله الموضوع ده كان بيساهم بصورة كبيرة إن الناس تتعرف على وجهة نظر الحكومة في عدد من القضايا المهمة وبنرد على أقاويل الرأي العام والسوشيال ميديا اللي بتطلع كل إسبوع علشان نوضح من جانبنا كحكومة إيه التحديات والتوجهات بتاعتنا في هذا الأمر والحقيقة يمكن اللي حسيته وشعرت بيه استشرفته إن هناك أيضا يعني جانب مهم جدا إحنا كحكومة كمان محتاجينه إن يبقى هناك تشاور وتحاور مع القامات الفكرية الكبيرة اللي موجودة في الدولة اللي بتمثل كل الأطياف والتخصصات عشان نتشارك مع بعض كلنا يعني الرؤية والتصور واستمع برضو لحضراتكم في تصوراتكم للتحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية النهاردة في هذه الفترة فعشان كده يمكن حتى الأسبوع اللي فات وأنا في مؤتمر الصحفي بالمعتاد الأسبوعي قلت يعني إن أنا حبقى أشرف بمحاولة دعوة عدد من القامات الفكرية اللي بتمثل المختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية والثقافية عشان نتحاور مع حضراتكم ونشوف توجهاتنا كلنا مع بعض في خلال الفترة الجاية بما يعني يكون في صالح إن شاء الله الدولة المصرية وبالتالي يمكن وده ده يمكن انسيات الرئيس دايما بيؤكد على فكرة إن لازم يبقى فيه نطلع نتكلم مع الناس ونشرح لهم التحديات ونستمع طبعا لكل الرؤى ونشوف مع بعض يعني برضو الردود عليها ونشوف مع بعض إزاي ممكن نتوافق على التوجه في هذا الشهر وعادة أنا اللي دايما بطلع بتكلم بصورة كبيرة جدا في المؤتمرات الصحفية وبعد كده باخد أسئلة إنما المراضي تسمحوا لي أنا حعكس يعني أنا اللي أنا عايز أعمله إن أنا حدي مقدمة كده بسيطة وبعد كده بعد إذنكم يعني أنا اللي عايز أسمع منكم وتوجهات معينة بحكم طبعا خبرات حضراتكم الكبيرة جدا كلهم في تخصصه وأشوف مع حضراتكم إنتوا رايفين التوجهات نتحرك إزاي كدولة في هذا الكلام وأبقى حريص عشان حاركم نبقى إن إحنا بنعمل على الهوى عشان يبقى الكل بيتكلم ويعني ما عندناش أي مشكلة إن إحنا بنتحور لإن إحنا كلنا هدفنا حاجة واحدة مصلحة مصر ومصلحة الدولة المصرية فالحقيقة ممكن وهقول لحضراتكم ولا أخفي على حضراتكم يعني إحنا إمبارح لغاية طبعا إحنا يعني كنا يعني تشرفت بدعوة حضراتكم وحضراتكم يعني شرفتوني بقبولكم هذه الدعوة ولكن طبعا المستجدات اللي حصلت إمبارح بالليل يعني التدعيات الرهيبة اللي حصلت وحكيت حضراتكم متابعين حتى خلتنا هل من الملائم إن إحنا لسه نعمل المؤتمر ونتكلم ولكن أنا وجدت بالعكس ده يعني في ضوء التدعيات اللي حصلت دي بالعكس أنا أحرص ما يكون إن أنا أستمع إلى رؤى حضراتكم وبالذات المعنين بالشأن السياسي والتوجهات الفكرية في هذا الأمور علشان نتحرك كلنا مع بعض ويمكن عشان كده بالذات لإن طبيعة المرحلة بكل التحديات الموجودة يعني أنا طلبت من زميلي وأخي الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية برضو يبقى مشارك معنا عشان يستمع لو في أي تعقبات برضو هو يبقى يعقب ولكن الأساس كله إن أنا عايز أسمع لحضراتكم يعني ونشوف رؤى حضراتكم إيه في هذا الشهر اللي عايز أقوله يعني بمنتغى الأمانة يعني أنا ودايما أنا بقولها إحنا موجودين في حالة أو في مرحلة فارقة يعني أعتقد في مرحلة استثنائية وحضركم تشاركوني لم تشهدها لا العالم ولا المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الأحداث وسرعة التغيير اللي بيحصل والمستجدات اللي بتحصل فوق طاقة أي حد النهاردة يعني كلنا أنا بقول بدون مبالغة بنلهة وراء الأحداث اللي كل يوم بتحصل وكل إسبوع يعني لما بعمل الاجتماع بيبقى الإسبوع اللي بعده كمية أحداث وفعاليات حصلت في خلال إسبوع واحد بتغير تفكير ورؤى يعني وتوجهات للعالم كله فالحقيقة كل الحكومات اللي موجودة النهاردة ما اعتقدش عندها بقت الرفاهية إنه يضع تصور لسنتين وثلاثة واربعة القدام في ضوء تغيرات زي ما حالكم شايفان يعني أنا كنت بقولها الزميل زميلي يعني ليس من المبالغة إن إحنا قاعدين النهاردة وممكن نقعد ساعتين ثلاثة إحنا مش عارفين في الساعتين ثلاثة ممكن يحصل إيه وإحنا قاعدين دلوقتي من الوارد يحصل تغيير جزري في بعض الفقل اللي بيحصل دلوقتي يؤثر علينا لعقود قادمة يعني من كتر تدعيات هذا المبالغة فبالتالي يمكن إحنا طبعا بقينا في حالة عدم يقين هائلة بتملي على الحكومات التعامل مع الأحداث بصورة المدى القصير وإزاي إن أنا أستوعب اللي بيحصل ده وأتعامل معاه بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الإبقاء على الأوضاع اللي موجودة في الدولة وطبعا عندنا الرؤى وعندنا التحرك للمرحلة القادمة لكن ما بقاش حتى عمدي رفاهية إن أنا أقول تصورنا لتلات واربع وخمس سنين حيبق بهذا الشكل لإن ما حدش عارف بكرة فيه ولكن مع ذلك الخطط موضوعة بننفذها على المدى المتوسط والبعيد ولكن كل شوية بتيجي متغيرات تؤدي إلى تغير بعض المستهدفات أو إن إحنا نناور أو نعمل نوع من التكتيك للتعامل مع هذا الكلام لكن اللي بنحمد عليه ربنا بالتأكيد كلنا إذا كنا بننظر النهاردة للخريطة اللي إحنا موجودين فيها والمنطقة إن مصر والحمد لله هي ويا رب بيدمها نعمة هي واحد الأمن والاستقرار اللي موجودة النهاردة في المنطقة ويعني حضركم أكثر مني ويعني خبراتكم الكبيرة في هذا الشأن عارفين وده راجع أعتقد لأن السياسة اللي الدولة انتهجتها من البداية مصر وده طول عمرها أعتقد في يعني سياسة المصرية الأصيلة إن إحنا مش دولة لها تطلعات للخارج إحنا دائما دولة بتنظر لمصلحتها في الأساس وبالتالي حتى العقيدة اللي موجودة عندنا دايما هي الحماية والدفاع عن يعني مصالحنا ولكن عمرنا ما كان عندنا الرغبة في الخروج أو الطمع في أي أطماع خارجية وبالتالي حتى العقيدة حتى على مستوى القوات المسلحة هو الدفاع عن حدود الدولة وعلى مقدرات الدولة المصرية ولكن لا يوجد لدينا يعني التفكير في أطماع خارجية ولا هذا الكلام وأي علاقات الدولة حتى على المستوى الدبلوماسي أو علاقات تجارية وسياسية واقتصادية بتبقى من منطلقة الحرص على مصالح الدولة المصرية فبالتالي الحمد لله حتى هذه اللحظة مصر هي الدولة المستقرة ونحن حرصين بدءا من القيادة السياسية والحكومة وكل الجهات على إن شاء الله يا رب استدامة الاستقرار والأمن في الدولة المصرية في خلال هذه الفترة ولكن كل حرصنا بالتأكيد على ضمان مقدرات الأمن القومي وهنا لما أتكلم أمن قومي مش أتكلم فقط على الأمن العسكري لكن أنا أتكلم على الوضع الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي للدولة بكل الأبعاد الموجودة كل حرصنا في هذه المرحلة مع كل المتغيرات والتبعات اللي بتحصل ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء والتبعات اللي ممكن تلقى عليه في ظلك حجم التحديات اللي احنا بنواجهها واللي أعتقد حرككم بتشاركوني إنها تحديات غير مسبوقة وأنا عايز هنا يعني أتكلم لأنه دايماً بيتقال أحياناً لما بنتطع نتكلم على هذا الموضوع يتقال أنتوا دايماً بترموا الموضوع على الظروف السياسية والزروف الجيوسياسية وكلوا هي اللي لها النصيب الأكبر من التدعيات اللي موجودة يعني بمنتال أمانة أيوة ديها تأثير كبير جداً 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 النهاردة لما أنا أكون النهاردة بقالي ست شهور قناة سويس بقت فقط أكتر من ستين في الماء من إراداتها يعني أنا كل شهر عندي خسائر من خمسمائة وخمسين لستمائة مليون دولار دي كانت في الويس بتدخل للدولة المصرية بتساهم في يعني تلبية احتياجات الأساسية للدولة فقط ته فالنهاردة أنا باتكلم في خسائر وصلت فوق الستة مليار دولار دول كانوا أرقام بتاعت مصر بتيجي بقى بعيداً عن أي استثمار بعيداً عن تصدير حاجات كانت تعتبر سبتة ومستقرة النهاردة بسبب اللي بيحصل ده بقت موجودة والنهاردة مع المنظور الصراع اللي موجود محدش عارف هذا الصراع ممكن يستمر المدة قد إيه ومدى تعديعات هذا الموضوع طب الصراعات دي قدت لارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتأكيد حضراتكم أكيد نتيجة الاضطراب حركة التجارة ابتدت كل التجارة بتلجأ لطرق بديلة أسعار كبيرة التأمين على حركة التجارة نفسها زاد كل ده أدى إلى زيادات في الأسعار بصورة كبيرة جداً في كل حاجة فالنهاردة ده بقى جزء بقى موجود أدى إلى تضخم موجود وحضراتكم معارفين اللي بيحصل على مستوى العالم كله في تضخم طب أنا حقول لحضراتكم بمجرد ما طلع الخبر مبارح وأرجو إذا كنتوا حرككم بتتبعوا مجرد طلع الخبر إن بدأت السواريخ تخرج حتى قبل ما توصل البترول زاد 5% والموضوع حصل ارتفاع في أسعار السندات على الدولار الدهب زاد وقفز قفزات كبيرة يعني إحنا بنتعامل مع ظروف بقت كل شوية مؤثرات خارجية بتؤثر علينا بصورة كبيرة جداً بالتأكيد ممكن الكلام ده وندعو الله إنه ما يحصلش ممكن يكون مع استمرار هذا الوضع وتساع دائرة الصراع يبقى فيه تأثير على السياح باعتبار المنطقة منطقة صراع من الوارد إنه يبقى برضو ليه تدعيات على منخل استثمار بصفة عامة ما هو أي مستثمر خارجي لما بيجي يبص المنطقة يقول طب أنا أدخل ليه في منطقة فيها النهاردة حروب ونزعات طب أستنى شوية لغاية لما الأمور تستقر فكل ده ليه تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية ومع ذلك إحنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على حجم هائل من الإصلاحات الاقتصادية على وضع تصور وواضح ورؤة في ملفات مهمة جدا للدولة إزاي تشجيع القطاع الخاص العمل بصورة كبيرة جدا بأرقام مش مجرد كلام على إزاي نزود مساهمة القطاع الخاص بأرقام محددة لمدة 3-4 سنين قادمين بحيث يبقى هو الرقم الأساسي والفاعل في حجم الاستثمارات الكليا اللي في الدولة المصرية ويقود القطاعات المحددة اللي إحنا حطناها في وثيقة سياسة ملكية الدولة الدولة إزاي تعظم من الاستفادة من أصولها من خلال برنامج طروحات واشراكة مع القطاع الخاص يعني كل ده إحنا بنتحرك فيه إصلاحات ضريبية النهاردة إن شاء الله وأنا بقولها لحضراتكم بدأناها وأطلقناها وحنعلنها يمكن على الإسبوع القادم بصورة نهائية وحنبدأ ندخل حتى بالتعديلات التشريعية بتاعتها عشان نقرها من البرلمان قبل نهاية هذا العام عام 24 عشان تبقى مفاعلة بإذن الله وكل هدفها إن إحنا نحل المشاكل المتركمة ونيسر على مناخ الأعمال في خلال الفترة الجاية تبسيط إجراءات إحنا بنشتغل عليها في هذا الموضوع ملف الحقيقة الطاقة وبنتحرك فيه بمنتهى القوة عشان نوصل إلى مستهدفاتنا في إن الطاقة النظيفة تبقى تمثل أكتر من 42% على بحلول عام 2030 بندخل كميات كبيرة جدا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح موضوع الهايدروجين الأخضر وإن مصر تبقى مركز في هذا الشأن بصورة كبيرة حطينا القواعد ووايح والتشريعات اللي بتساعد على تفعيل هذا الموضوع فالحقيقة الملف ده كله بنتحرك فيه كموضوعات مهمة جدا الصناعة الحقيقة وحضركم أكيد متابعين بنتحرك بقوة شديدة لإجدعم هذا القطاع المهم جدا اللي إحنا متأكدين إن هو ده الملف اللي لازم يقود الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية عشان موضوع التصدير واستدامة الموارد الدولارية الزراعة النهاردة إحنا بنعمل مشروعات قومية كبيرة جدا لزيادة المساحات اللي تبقى مستصلحة سواء أفقيا أو حتى رأسيا في استنباط أنواع جديدة من التقاوي والبزور علشان نعلي إنتاجية الفتنان بتاعنا تدوير الميا أنا عايز أقول لحضركم أنا يعني مش بخ في سر وأنا بقوله إحنا كنا وصلنا تقريبا في الفترة السابقة ما فيش نقطة ميا بتترمي في البحر المتوسط إحنا تقريبا كنا قفلنا كل المصبات اللي بتلقى على البحر المتوسط وكانت كل المياه بيعاد استغلالها وبتستخدم بعد المعالجة في مشروعات كتيرة جدا سواء للزراعة طبعا بالتأكيد الاستزراع السمكي يعني تقريبا كان شبه في مرحلة ما وقفنا تماما القاء المياه على المصبات يعني معنى كده الماء كلها عمالة يعاد تدويرها فمش سايبين أي ملف النهاردة إحنا شايفين إن هو من المهم إن إحنا نتحرك عليه غير وبنتحرك عليه يعني النقطة المهمة جدا محطات الصرف الصحي اللي كانت موجودة إحنا كل محطات أنا بقولها حالكم ونقاعد النهاردة كل المحطات الموجودة على إمتداد محافظات الصعيد تم تحويلها إلى محطات معالجة سلسية علشان المياه بتاعتها النهاردة اللي بعد كده سواء كانت بتلقم ومصارف أو تنتهي إلى نهر النيل تبقى معالجة معالجة بالكامل تبقى موجودة صرفنا على الكلام ده مئات المليارات لغاية ما ما قدرنا إن إحنا نحقق هذا الموضوع النهاردة موضوع تحليات تحليات مية البحر بنتحرك فيه وصلنا النهاردة عشان حاركم تبقوا عارفين معاي إحنا كنا في ألفين واربعتاشر أو قبل بغاية ألفين وخمستاشر ألفين وستاشر كل من ينتج من مياه محلّف اليوم تمانين ألف متر مكعب النهاردة وصلنا لمليون ونص متر مكعب مياه محلّا لأن طبعا مع ثبات حصة مي حصة مصر من مياه النيل واللي ده بالنسبة لنا واحد من السوابط الأمن القومي وحضركم عارفين هذا الكلام لكن الزيادة السكانية بتفرض علينا إنه لازم ندور على موارد إضافية للمياه وبالتالي ده جزء من الكلام المهم جدا تطنيجي للمؤشرات الاقتصادية لأن معانا عدد كبير من المتخصصين في هذا المجال إحنا اشتغلنا بصورة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت على الإصلاحات السياسة النقدية والسياسة المالية وتحسين بعض الإجراءات من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمؤشرات المهمة اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم ويمكن كانت لسه معالي وزيرة التخطيط النهاردة بتعرض في مجلس الوزراء إحنا ديسمبر اللي فات كان الدين الخارجي 168 مليار آخر يونيو نزلنا تحت المية تلاتة وخمسين يعني 152.8 من عشر يعني تقريبا أكتر من 15 مليار دولار نزلوا في خلال 16 طبعا ده بالإجراءات اللي الدولة عملتها بالصفقة بتاعتراس الحكمة ولكن معاها الحقيقة أصلح أوضاع البنوك المصرية وصف الأصول الأجنبية اللي كان على مدار يعني أكتر من سنتين بالنقص نوصل لنيجاتيف أو مينس 27 مليار النهاردة عدى 13 مليار بالبوزيتيف الاحتياطيات من العملة الأجنبية النهاردة صافي الاحتياطي في البنك المركزي 46.6 مليار دولار فإحنا شغالين على هذا الموضوع الموضوع الثاني موضوع ملف الدين وإزاي نحوكم موضوع الدين ونقلس الدين من كإجمالي من النتج المحل الإجمالي وتبعاته طبعا المشكلة اللي بترهقنا النهاردة مع التضخم وزيادة سعر الفايدة بقى خدمة الدين هو الرقم الكبير في الموازنة العامة للدولة لكن بالتأكيد اللي احنا بنشتغل عليه النهاردة من عملية التجديد وده يمكن التجديد أنا عايز أقول لحضراتكم ظهر بوضوح شديد في نسبة النمو بتاع الربع الأخير احنا ربع الأخير اثنين واربعة من عشر في المية نسبة نمو وبالتالي يعني الرقم ده طبعا يعني احنا عارفين كويس قوي كحجم دولة مصرية مش هو ده المفروض تبقى نسبة النمو لكن نتيجة للتجديد اللي حصل وتجديد الإنفاق وموضوعه وضعنا سقف طبعا للاستثمارات للعام المالي الجديد كل هدف ده كله عشان أقلل التدخم لان لما بدأ يبقى الدين برقم معين بس بدفع عليه كفايدة عشر في المية غير لما بدفع النهاردة خمسة وعشرين وستة وعشرين في المية فاحنا كل استهدافنا ان مع نهاية خمسة وعشرين ننزل بالتدخم إلى ما دون العشر في المية وبالتالي كل المؤشرات تبدأ تساعدنا ان انا اخصص النصيب الأكبر من الوزنة مرة أخرى للمشروعات المهمة اللي بتممثل أهمية كبيرة جدا للمواطن المصري عشان نقدر نساعده في هذا الشأن فكلام ده برضو على القطاع الخاص النهاردة اعتقد يعني مؤشر مدير المشتريات اللي هو البي ام اي لأول مرة الشهر اللي فات بعد أربع سنين بيعدي الرقم الموجب يعني بيتجاوز الخمسين نقطة وبقى خمسين واربعة من عشر ده كان مؤشر مهم جدا النهاردة ده بيدي لأنه ده بيبقى انطباع القطاع الخاص وهو رؤية القطاع الخاص لمستقبل الاقتصاد في البلد فده كله احنا بنشتغل عليه ما زال عندنا ملفات كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا في الدولة المصرية وعارفين هذا الكلام ولكن التحدي الأكبر النهاردة ان احنا مش بنشتغل في وضع مستقر وحراكم اكيد حاسين باللي احنا فيه الحجم التحديات والضغوط الخارجية وتأثيرها علينا كبير جدا 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 وبالتالي مضطرين منشتغل على المدى القصير واستعاب الازمات والصدمات اللي بتحصل وفي نفس الوقت المستهدفات اللي احنا حطينها مع للدولة المصرية على مدار الثلاث والاربع سنين الجاية ان احنا نتحرك على تحقيقها في هذا الشأن المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا وانا عشان كده يمكن كنت حريص ان انا حضراتكم تبقوا معانا كم الاشاعات والاخبار المغلوطة اللي بتطلع على مدار اليوم وبتبقى على طول حضراتكم عارفين كويس قوي هدفها تشكيك المواطن في الدولة ومقدرات الدولة واداء الدولة مرعب النهاردة وبالتالي شيء مهم جدا جدا للدولة المصرية في ظل التحديات الخارجية الرهيبة اللي احنا بنواجهها هو ان المواطن نفسه والحفاظ على التماسك الداخلي الدولة المصرية ودي اعتقد سيادة رئيس دايما بيتكلم على هذا الموضوع ان احنا ما نقلقش من الخارج احنا الحمد لله الدولة المصرية قادرة بازروعها سواء اقوات مسلحة وكل الاجهزة انها تواجه اي تحديات خارجية هو الاهم هو الاستقرار الداخلي والاستقرار الداخلي مش هيجي غير من ان المواطن يبقى واعي بحجم المخاطر اللي بتهدد الدولة المصرية والاجندات والافكار والرؤى اللي ممكن بتبقى بعض القوى الخارجية حطاها لعادة ترتيب المنطقة وانا بتكلم بمنتهى الوضوح واحنا كدولة مصرية ازاي نحافظ على امننا القومي واستقرار الدولة المصرية المقابل بعد هذه الافكار فالحقيقة دي كلها تحديات اعتقد من المهم جدا ان احنا يبقى المواطن بيتلقى المعلومة الصحيحة وعلى الاقل يبقى بيتناقش قدامه كل التحديات اللي بتحصل وتأثيراتها ايه على الدولة المصرية عشان يبقى عارف هذا الكلام لكن اخطر حاجة ان يكون بيستقيها من بعض انا اسف اقول المواقع اللي ممكن يكون لها توجهات معينة عارفين كويس قوي انها ضد استقرار هذه الدولة ومن هنا بيبقى دور حضراتكم معانا انكم تساعدونا في هذا الكلام وان الكلام ده يتعرض مش معناها انا ده اللي انا باكد عنيه مش تبني وجهة نظر الدولة بالعكس تماما احنا كلنا اعتقد هدفنا حاجة واحدة مصلحة هذه الدولة واستقرارها وبقاءها ونموها وتقدمها انا مش بتكلم على ان حضراتكم نقول احنا مع الحكومة ولا مش مع الحكومة بالعكس الحكومة نفسها بتبقى حريصة انها تستمع ونشوف وعارفين كويس قوي ان هناك رأي ورأي اخر وبالعكس تماما طالما هو كله بيتغي الصالح العام نحترم هذا الكلام ونشوف ايه اللي ممكن نستفيد منه في ظل هذه الفترة الغير مسبوقة انا حتوقف عند هذه النقطة وانا عايز افتح المجال ان انا استمع لحضراتكم ولكن يعني اسمحولي يمكن هغلب في اول مجموعة من الاسئلة نظرا للقامات الكبيرة اللي موجودة ان انا استمع للبعد السياسي والبعد الخارجي النهاردة مع التحديات الكبيرة وحضراتكم شايفين ايه يعني طبعا يعني احنا معانا الدكتور اسامة الدكتور مصطفى الفئي الدكتور محمد كمال الدكتور احمد زايد الدكتورة نورهان الدكتورة نفين الدكتور جمال عبد الجواد عميد خالد عكاشة والدكتور حسام يعني حضرتك برضو اعرف كويس قوي بالرغم من بعد دايما الثقافي والتعليمي ولكن برضو في وجهة النظر السياسية بيهمني جدا ان انا استمع لحضراتكم فيعني انا حطرق المجال لحضراتكم ان يعني نتكلم في البعد التدعيات الجزء الخارجي ومدى تأثيره علينا ونشوف مع حضراتكم انتوا شايفين التوجه اللي المفروض ان نتحرك فيه كدولة وكحكومة في هذه الفترة في ظل الاوضاع شديدة الصعوبة اللي موجودة النهاردة وما ننساش وانا بتكلم فقط مش حنتكلم طبعا على فقط البعد الخاص بالازمة اللي احنا موجودين فيها النهاردة والصراع اللي موجود على المحيط الدول العربية ولكن البعد الاشمل لقارة افريقيا وده بعض شديد الاهمية النهاردة اللي بيمثل برضو لمصر فرص ولكن في نفس الوقت هناك تحدي وحضراتكم مقصو عارفين كويس قوي التحدي الخاص بموضوع قضية المياه والتعامل معاها وبالتالي يعني يهمني جدا ان احنا نستمع لحضراتكم في هذا الامر ويعني لو تأذنوا لي نبدأ ب يعني اسمع من حضراتكم